موسيقى مرحباً جميعاً مرحباً لإستخدام وإستخدام شيربونت فارم فيديو سياريس أنا محمد سبح في هذا الفيديو سأريدك كيف إستخدام وإستخدام إستخدام وإستخدام سيربونت فارم في شيربونت فارم لذلك، لنبدأ أولاً هو إصلاح المساعدة لإستخدام سيربونت فارم أخذت مرحباً لداتا سياريس يجب علينا إستخدام وإستخدام وإستخدام لنجد أن يجب علينا إستخدام الناس المساعدة التي تصدق في المصدر الأول أبداً، لنجد أن نجد إستخدام المقارب المستخدام إستخدام المقارب المستخدام إستخدام المقارب المستخدام أبداً، لنجد أن أجب إستخدام المقارب المستخدام 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 الآن يجب علينا أن ننتظر حتى المسطنة التواصل التواصل الثاني الثاني يجب علينا أن نقوم بإضافة الإدارة التواصل التواصل للإدارة التواصل ترجمة نانسي قنقر الزامن فأسفل ، تذكر التواصل الثاني لتشكل هناك الآن يجب علينا أن نتبه إلى البركتورات الأكتفية التي تصدقها في الفيديو الآن يجب علينا أن نضغط شيربونت أدمن يوزر SBAdmin إلى البركتور الأدمنسترات في البركتور الأدمنسترات يجب علينا أن نتبه إلى البركتور الأدمنسترات يجب علينا أن نتبه إلى البركتور الأدمنسترات الآن يجب علينا أن نتبه إلى البركتور الأدمنسترات الآن يجب علينا أن نتبه إلى البركتور الأدمنسترات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر قبل أن نستطيع شيربونت نحتاج إلى البركتور الأدمنسترات ترجمة نانسي قنقر إلتحق الأدمنسترات ومة نتوقف ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنط Panay Before connecting to web front-end server, we need to create SQL Server Alias and make sure to write the same alias that are created in the previous video. Let's get started. Let's get started. We need to write the same passphrases that are defined in the previous video. Next, we need to select web front-end with distributed cache rule. Finally, the web front-end server is ready now. Thank you. Let's get started. Let's get started. اشتركوا في القناة